اشتركوا في القناة كل جزئية فيها حاجة خاصة بالقديم فانا ان شاء الله هشرحها لك جنب الجديد عشان تبقى الرؤية واضحة قدامك وعلشان يبقى الامور ماشية بتسلسل منطقي استعنا بالله والباب الاول بيتكلم على العناصر الانتقالية وانا هعرفك النهاردة ان شاء الله كل حاجة عن العناصر الانتقالية اول حاجة لازم تكون فاهم الجدول ده كويس كما تعلم ان احنا عدد العناصر الموجودة 118 عنصر هذه العناصر تم تقسمها على مدار السنوات والعلماء عملوا جداول كتيرة واستقروا في الاخر على جدول يسمى الجدول الدوري الحديث استعين بالله ويلا بص معايا كده على الجدول الدوري الحديث وعايزين نشوف ايه هي التفاصيل بتاعته الجدول اولاد زي ما انت شايف بيضم العناصر الموجودة كلها الا ان العلماء قسموا الجدول ده بطريقة منظمة جدا عشان تبقى سهلة الدراسة الجدول ده بيتكون من فئات وبيتكون من هذه فئة التانية التالتة الرابعة الجدول هيتقسم حسب الفئات وهقسمولك كمان حسب الانواع بسم الله حسب الفئات الجدول ده اولاد اتبنى على مبدأ يسمى مبدأ البناء التصعب لو انت فاكر من كورس التاسيس او من ثانية سنوي ان كان فيه عندي توزيع حسب مستويات الطاقة الفرعية ومستويات الطاقة الفرعية كانوا اربع مستويات كان مستوى اسمه اس مستوى اسمه بي مستوى فرع د مستوى فرع اف معلومات سريعة عن المستويات الفرعية المستوى الفرع اس ده كان شكله كورة هذا المستوى الفرعي كان يتحمل اثنين الсон وبالتالي حضرتك الجدول الدوري حديث بما أن الاس بيتحمل اثنين إلكترون فهتلاقي عندك فيه في الجدول عمودين كل عمود فيهم ينتهي بالمستوى الفرعي اس واحد اس واحد والتاني اس اثنين يبقى هنا الجدول الدوري بني على أساس مادة البناء التصعدي اللي هي المستويات الفرعية المستويات الفرعية أولها اس واس يتحمل اثنين إلكترون فعملوا في الجدول عمودين سموهم الفئة اس واحد فيهم المستوى الفرع اس هو آخر مستوى فرعي في العمود الأولاني كله به اس فيها إلكترون واحد العمود الثاني في اس فيه اثنين إلكترون طيب المستوى الفرعي بي يتحمل ست إلكترونات المستوى الفرعي بي يحتوي على ست أعمدة أو ست مجموعات انت كده لقيت زي ما انا قلت لك المستوى الفرع S يحتوي على عمودين واحد S فيها واحد والتاني S فيها اثنين فالمستوى الفرع B عنده ستة إلكترونات فليه ستة عمدة الستة عمدة بتبدأ كده NB1 وانت ماشي NB2 وانت ماشي لغاية لما توصل لNB6 بنفس المنطق عناصر الفئة دي اللي موجودة في الجدول هلاقيها بتتكون من عشر أعمدة لأن المستوى الفرعي دي يتشبع بعشر إلكترونات فهتلاقي حضرتك الجدول برضو في الفئة دي بتبدأ من D فيها واحد وتفضل ماشي لغاية لما توصل لD فيها عشرة وبكده تلاقي المستوى الفرعي دي يتشبع بعشرة فعنده عشر أعمدة في الجدول نفس الكلام المستوى الفرعي F اللي انه تعزل تحت الجدول وايضا هو يتشبع باربعتاشر إلكترون فأيضا هتلاقي له أربعتاشر صف موجودين بس معزولين أسفل الجدول ودول مش هنتكلم عليهم كتير هتديك نابدة صغيرة عنهم على الجدول وخلاص يبقى أنا دلوقتي عرفتك الجدول بيتكون من اللي بيتكون من أعمدة الأعمدة دي متقسمة فئات الفا S عندها عمودين S فيها واحد و S فيها اتنين طبعا أولاد هنا الخالة الفاضية دي كان المفترض يكون فيها الهيليم بس الهيليم ده من الغازات الخاملة هكلمك علي دلوقتي وأنا بقولك أنواع العناصر فهم حطوه مع النوع بتاعه علشان يبقى العمود كله متشابه في الخواص يبقى خلي بالك كل العناصر التي تنتهي بS فيها اتنين إلكترون تبع عناصر الفا S معده الهيليم موجود تبع العناصر الخاملة أو مجموعة العناصر النبيلة طيب كده الفا S وعرفت مكانها موجودة في يسار الجدول الفا B وموجودة على يمين وحضرتك دي بتضم العناصر التي تحتوي على المستوى الأخير B المستوى الفرع الأخير B من أول واحد لغاية B6 باستثناء اللي أنا لسه أخبرك عليه هو الهيليم يعني كل دول NB6 معده 1S2 جاي استثناء عشان الخواص بتاعته عناصر الفا دي مكانها في وسط الجدول عناصر الفا دي تضم عشر أعمدة بنبدأ من هنا دي فيها واحد إلكترون وتفضل ماشي لغاية لما توصل لدي فيها عشرة ودول هنتكلم عليهم بالتفصيل عناصر الفا F ودي عزلت أسفل الجدول عشان ما يبقاش الجدول طويل زيادة عن اللزوم وأيضا تتكون من 14 عمود بتبدأ من F فيها واحد وتفضل ماشي لغاية F فيها 14 أضف إلى معلوماتك إن عناصر الفا F ما عنديش غير صفين فقط ما عنديش غير صفين ومش واخدين أرقام دورات ولا حاجة حضرتك الصفين دول واحد فيهم بيتتابع فيه امتلاء المستوى الفرعي فور إف اللي فوق واللي تحت فايف إف وهكلمك عليهم وأنا بتكلم على التقسيم التانية حسب الأنواع التقسيمة الأولى كده خلصت أولاد قسمت العناصر لأربع فئات عناصر الفئة S عناصر الفئة B عناصر الفئة D عناصر الفئة F S موجودة على الشمال B موجودة على اليمين D موجودة في وسط الجدول F أسفل الجدول وكده التقسيمة الأولى تكون خلصت وبقيت أنت عارف أن الجدول الدوري الحديث مقسم حسب إيه قال لمستويات الطاقة الفرعية فأنا عرفت الأعمدة اللي موجودة ولو جيت حسبت عندك هنا اتنين في النص في عشرة هنا عندك ستة يعني إجمال الأعمدة اللي عندك 18 عمود أو بنسميهم 18 مجموعة بس حتة المجميع دي خلينا أكلمك عليها كمان شوية تاني يبقى خلي بالك الجدول يتكون من 18 عمود رأسي عرفت السبب أيها اتنين للس عشرة للدي ستة للبي طب بتوع الف مستر قال للف عشان ما بقاش الجدول طويل زيادة عن اللزوم فخدوا المجموعات بتاعته أو خدوا الصفين بتوعه ورموهم أسفل الجدول حتى لا يصبح الجدول طويل جدا التقسيمة رقم اتنين أولاد حسب الأنواع وهنا عايز أقولك أنواع العناصر الموجودة في الجدول هنقسمهم أيضا إلى أربع أنواع النوع الأول بنسميه عناصر ممثلة النوع الثاني بنسميه عناصر خاملة النوع الثالث بنسميه عناصر انتقالية رئيسية ودي هتبقى موضوع دراستنا و النوع الرابع والأخير عناصر انتقالية داخلية عايزين نصلى على النبي و نفهم يعني ممثلة و يعني خاملة و يعني انتقالية رئيسية و يعني انتقالية داخلية وأماكنهم فين بالضبط في الجدول اي عنصر ينتهي توزيعه الالكتروني بس فيها واحد او اس فيها اتنين يعني اي حد من عناصر فائس بس استنى مع هذا اللي انا حفزته لك اللي هو الهيليم اي حد اخره اس مع هذا الهيليم هيسمى عنصر ممثل اي حد اي عنصر اخره بيه من واحد لخمسة بيه ستة لا ده يسمى ممثل يبقى العناصر الممثلة برافو عليك مكانهم فين قال فيه عمودين على ايدك الشمال و خمس اعمدة على ايدك اليمين العمودي الاخير لا يبقى العناصر الممثلة هي جميع عناصر الفائس وجميع عناصر الفئة بيه باستثناء الهيليم اللي عظيم طب الخاملة حبيبنا ما نلسه اقللك اخر عمود في الجدول يعني جميع العناصر التي ينتهي توزيعها بالن بي سيكس زائد ايوا برافو عليك الهيليم هذه العناصر تسمى عناصر خاملة طيب العناصر الانتقالية الرئيسية و دي اولاد عناصر الفئة دي اللي مكانهم فين ايوا برافو عليك دول اللي موجودين في وسط الجدول الممتاز طيب عناصر الانتقالية داخلية ممتاز جدا دول عناصر الفئة اف اللي هما هتلاقيهم صفين عندك واحد فيهم ينتهي او يتتابع فيه امتلاء المستوى الفرعي فور اف و ده اسمه لانثاني دات و التاني يتتابع فيه المستوى الفرعي فايف اف و ده اسمه اكتيني دات قال لي في حالة مستر انا فهمت بس مش متخيل قلت له اين يا حبيب تعال نرجع تاني بالراحة و اعملك مراجعة سريعة على انواع العناصر بس على الجدول انواع العناصر في الجدول اربعة عناصر ممثلة فين يا حبيبنا اهم كل دول عناصر ممثلة بالاضافة بالاضافة الى كل دول عناصر ممثلة ممتاز عظيم النوع التاني عناصر خاملة اخر عمود في الجدول تسمى العناصر خاملة كلهم يا مستر أخرهم بي سيكس في التوزيع باستثناء الهيليان شكرا عناصر وسط الجدول عناصر الفئة دي دي عناصر اسمها عناصر انتقالية رئيسية ودي هتبقى موضوع الدراسة بتاعتنا وعندي عناصر موجودة أسفل الجدول يا مستر يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4F من 1 ل 14 أو 5F من 1 ل 14 دي اسمها عناصر انتقالية داخلية والعناصر دي يا أولاد كان مكانهم هنا يعني في الدورة الستة والدورة السبعة في الدورة الستة هنا في عنصر اسمه اللانثانيوم هو كاتبه تحت كده بس عشان يعرفك ان دول جهين بعده اللانثانيوم عدده تزاري 57 تلاقي تحت مكملين بعد 57-58 معاك بقى تملك كده الف من 1 ل 14 وبعد كده ترجع تكمل تاني آخر واحد هنا هتلاقي عدده الزري 71 هنا جايب 72 يعني حضرتك السلسلة بتاعت اللانثانيوم مكانها هنا بعد اللانثانيوم كملت 14 عنصر تحت هنا الأكتينيوم جاي بعد عنصر اسمه الأكتينيوم اللي هو كاتبه هنا عشان يوريلك ان دول بعده ده عدده الزري 89 هتلاقيه وقف ومكمل تحت 90-91 يكمل 14 عنصر لغاية 103 يرجع يكمل فوق في 104 يبقى عناصر اللانثانيدات والأكتينيدات كانوا موجودين مع العناصر انتقالية الرئيسية بس تشالوا وبقوا أسفل الجدول حتى لا يصبح الجدول طويل جدا ملخص الأمر الجدول الدولي يتكون من أربع أنواع من العناصر عناصر ممثلة موجودة في الشمال موجودة في اليمين معدى آخر عمود عناصر انتقالية رئيسية موجودة في الوسط وهكلمك عليها تاني دلوقتي عناصر انتقالية داخلية وهديك كمان نبزة صغيرة عنهم يبقى كده حضرتك خلصت أنواع العناصر اللي موجودة في الجدول ليه بقول لك كده بقول لك عشان تعرف احنا هندرس ايه هندرس العناصر انتقالية الرئيسية العناصر انتقالية الرئيسية هي موضوع دراستنا وزي ما قلت لك العناصر انتقالية بصفة العموم دي عناصر تحتل المنطقة الوسطى بين الاس والبي عددهم يزيد عن ستين عنصر يعني أكتر من نص عناصر الجدول حضرتك العناصر دي بتبدأ ظهورها من الدورة الرابعة يعني العناصر دي مستهر ما تبدأش من أول الجدول لا يا حبيب المستر تعالى بص تاني كده معايا الدورة اللي هي الصف ياولاد قدي الصف شاكرا لاстрой عناصر انتقالية الصف الثاني ما فيهوش التالت ما فيهوش تبدأ العناصر انتقالية تظهر من الدورة الرابعة بعد عنصر الكاليسيام بعد الكاليسيام تظهر العناصر انتقالية يبقى العناصر الانتقالية أولاد بيبدأ ظهورها من الدورة الرابعة بيبدأ ظهورها من الدورة الايه؟ من الدورة الرابعة طيب حبايب الغاليين العناصر الانتقالية العلماء قسموهم لنوع موجود في وسط الجدول اللي اسمها الانتقالية الرئيسية ونوع موجود أسفل الجدول اللي اسمها الانتقالية الداخلية والانتقالية الرئيسية إن شاء الله هي موضوع دراستنا طيب يبقى الانتقالية الرئيسية أولاد أنا لسألك بتبدأ ظهورها منين؟ قال يا مستر، هذه اللي بيبدأ ظهورها من الصف رقم أربعة اللي بنسميها دورة رابعة طيب، العناصر انتقالها أولاد، العلماء قسموهم إلى سلاسل سلسلة أولى، سلسلة ثانية، سلسلة ثالثة، سلسلة رابعة وما تكلمش عليها قوي تتاني يا مستر بالرحة، أنت لسه بتقول الصف دا اسمه دورة، اه يا حبيبي، الصف دا اسمه دورة، بس من أول الصف معناك مغنسيوم وكاليسيوم بعد ذلك السكنديوم، ومنبرón أيها المغنسيوم بداية الدورة الرابعة لكن هنا من أول عنصر السكنديوم، بداية السلسلة الانتقالية الأولى ما هو مستر من كلمة دورة وكلمة سلسلة؟ كلمة دورة يعني من أول الصف، أما كلمة سلسلة من أول عنصر في الصف انتقالي اه فهمتك يعني انت قصدك من كلمة سلسلة يعني اللي مش بادئ من اول الدورة ده بادئ من اول عنصر انتقالي بالزبط عشان كده بنسميها سلسلة انتقالية اولى يبقى اولاد تعالى بقى لما اندردش مع بعض وعملك مقارنة بين السلسلة الاولى والسلسلة التانية والتالتة ونقول برضو كلمتين عن الرابعة بسم الله السلسلة الانتقالية الاولى ولو حفظتها كويس هتلاقي التانية والتالتة ماشين معاك السلسلة الانتقالية الاولى بيبدأ ظهورها من الدورة الرابعة بعد عنصر الكالسي بتبدأ بعنصر اسمه الساكانديوم وطبعا كل السلاسل اولاد كلهم بيتتابع فيهم امتلال مستوى الفرع دي بس انتبه في السلسلة الانتقالية الاولى يتتابع فيها امتلال مستوى الفرع سري دي يتتابع فيها امتلال مستوى الفرع سري دي من واحد الى عشرة ولسه كلامنا عن التوزيع جاي ما تلقاش لكن عايز اقولك ان السلسلة الاولى معلوماتك عنها يبدأ ظهورها من الدورة الرابعة بعد عنصر الكالسيون بتبدأ بالساكانديوم وتنتهي بعنصر الزد ان او الخرصين اللي عظيم يتتابع فيها امتلال مستوى الفرع سري دي من واحد الى عشرة مستر السلسلة التانية حبيب قلب الغالي السلسلة الاولى كانت بدأ من الدورة الرابعة صح؟ قال لي اه صح؟ تعالى ان ما فاجأك وقالك ان السلسلة التانية هيبدأ ظهورها من الدورة الخامس ما فاجأك السلسلة الاولى كان يتتابع فيها امتلال مستوى الفرع سري دي التانية هنملة فيها فور دي من واحد الى عشرة صعب الكلام؟ بتبدأ من الدورة الخامسة بس مش اول حد في الدورة دي اول حد فيها اسمه اليوتيريوم واخر حد فيها سي دي اللي هو الكادميوم يعني يا سي دي الدورة او السلسلة انتقالية التانية يا اللي هي اليوتيريوم اللي هي واي وتنتهي بالسي دي السلسلة الانتقالية الثالثة يبدأ ظهورها من الدورة السادسة ممتاز تبدأ بعنصر اللانثانيوم العدد الجزاري 57 اللي قلت لك بيجي بعده اللانثانيدات مرمية تحت وتنتهي بعنصر الزئبق HG لا لانثانيوم حج HG زئبق يبقى السلسلة الانتقالية الثالثة يبدأ ظهورها من الدورة السادسة يتتابع امتلاء المستوى الفرع يقول معايا دي كاتس 3D اللي بعدها 4D تبقى دي يا حبيبنا قال ل 5D من 1 إلى 10 قسيبك تقولي السلسلة الأخيرة السلسلة الانتقالية الرابعة بيبدأ ظهورها من الدورة السابعة بس مش أول حد في الدورة أول حد فيها كان اسمه الأكتينيوم والكتاب بعلكش آخر حد فيها ومش عايزين نشغل بالنا بيه فحضرتك بقيت عارف السلاسل الانتقالية كلهم بس استنى يا حبيبنا قولي هنا ده بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرع ايه قال لها مستر شغل مخك ده سلسلة أولى 3D سلسلة تانية 4D سلسلة تالتة 5D سلسلة رابعة قولي يا حبيبنا أيوة ممتاز 6D يتتابع امتلاء 6D من 1 الى 10 يبقى الاولى كانت 4D آسف الاولى 3D التانية 4D التالتة 5D الأخيرة 6D تتابع امتلاء المستوى الفرع دي من 1 الى 10 طب مستر دول ايه قال لي دول حبيبي اللانثاني دات ودول الأكتيني دات هنا تتابع امتلاء المستوى الفرعي 4F من 1 الى 10 هنا تتابع امتلاء المستوى الفرعي 5F من 1 الى 10 وهنا بخليك بركز معي لما اجعل التوزيع افرق لك ما بين العناصر الانتقالية الرئيسية والعناصر الانتقالية الداخلية من التوزيع الالكتروني عشان دي مهمة وبيجي عليها اسألة طيب خلاص يا مستر توكلنا على الله بدأنا يلا قلنا كده العناصر احنا ندرس كل عناصر الانتقالية قال لي لا احنا هندرس السلسلة الانتقالية الاولى وفقط يبقى احنا هندرس في الباب الاول اللي بيدرس العناصر الانتقالية هناخد السلسلة الانتقالية الاولى التي تحتوي على كم عنصر حبيبنا اللي ممتاز عشر عناصر السلسلة الانتقالية الاولى تبدأ بعنصر السكانديوم ممتاز وتنتهي بعنصر الخرصين بفضل أنك تحفظهم عددهم الزري من 21 حتى 30 عشان هيسهلوا معك المأمورية يلا قلهم معايا كده باسم الله سكانديوم تيتانيوم فاناديوم سكانديوم تيتانيوم فاناديوم سكانديوم تيتانيوم فاناديوم كروم منجنيز حديد كوبل تنيكل نحاس خرصين عدد زري من 21 حتى 30 أولتانها سكانديوم تيتانيوم فاناديوم كروم منجنيز حديد كوبل تنيكل نحاس خرصين دول عناصر السلسلة الانتقالية الأولى دول اللي احنا هناخد شوية خواص عنهم النهاردة بإذن الله والحصة الجاية هنبدأ نعرف حالات بتاعت التأكسود بتاعتهم وبيحبوا يفقدوا ازاي أو بيحبوا يتفعلوا ازاي في التفاعلات الكيميائية طب مستر يلا نتوكل على الله وناخد بعض المعلومات عنه بسم الله مبدعيا كده حبيبنا التوزيع الالكتروني انا قلتلك من 21 وانت نازل حتى 30 خليك مركز في التوزيع الالكتروني بص كده لو انت مش فاكر التوزيع تقدر توزع بمبدأ البناء التصاعدي اهو زي ما انا قلتلك اخر مستوى فرع عندك هو المستوى الفرع دي ارجع للكورس التأسيسي وشوف التوزيع كان بيتم ازاي قال لي مستر ما احنا ممكن نختصر باقرب غاز خامل اللي هو مين قال لي ممتاز اللي هو الارجون 18 فهشيل 18 وهكتب الباقي فور اس تو سري دي وان على كده مستر اسهل لي اكتب بالغاز الخامل قلت له اه يعني ادي السكانديوم انت عرفته لو قلتلك التيتانيوم اكيد عدده زاري 22 تعال اما فاجأك وقولك ان التيتانيوم لما تيجي توزعه هتقول ارجون 18 فور اس تو سري دي تو كمل كم كمل سكانديوم تيتانيوم فاكر قال لي اوه مستر فانديوم 23 يلا حبيبنا كده باسم الله ارجون 18 ممتاز ممتاز فور اس تو سري دي سري الموضوع هيمش معاك كده زي الفل لغاية لما توصل لبعض العناصر الشاز هنتكلم عليه من شاء الله في التوزيع الالكتروني فخلي بالك وانت ماشي تسلسل اه 21 دي واحد اخراك 22 دي اتنين 23 دي تلاتة 24 في شزوز هيبقى دي خمسة 25 دي خمسة 26 دي ستة 27 دي سبعة 28 دي تمانية 29 في شزوز هتبقى دي عشرة 30 هتبقى دي عشرة برضو طب انا هتكلم تاني على الكلام ده بس حبيت انبهك وانت بتعمل التوزيع هتعمله في اسرع حاجة ممكنة دلوقتي حبيبي هنتكلم على الخواص والوجود بتاع العناصر الانتقالية دي في الطبيعة العناصر الانتقالية بتاعت السلسلة الانتقالية الاولى موجودين في الطبيعة بنسبة معينة نسبة مش كبيرة قوي يمثله حوالي 7% من القشرة الارضية طيب تعالا هتكلم معاك على الاهمية الاقتصادية ونبدأ نمسكهم عنصر عنصر نقول العنصر ده بيتم استخدامه في ايه وبعض الخواص عنه اول عنصر اسمه السكنديوم اللي رمزه اس سي سي وعدده الزري واحد وعشرين هذا العنصر موجود بكمية قليلة جدا في القشرة الارضية يعني نسبة وجوده قليلة جدا لكنها متوزعة على نطاق واسع عايز اقولك ان السكنديوم هو اقل عناصر السلسلة الانتقالية الاولى وجودا في القشرة الارضية مش لازم تعرف نسبته كام بس هو كميته قليلة جدا وهو اقل كمية فيهم لكنها موزعة على نطاق واسع يعني كميته قليلة صحيح لكن مفروضة في القشرة الارضية على مساحة واسعة جدا طيب السكنديوم ده اولاد من اهم استخداماته ان احنا بنعمل منه سبيكة وهي سبيكة دي هناخدها بالتفصيل السبيكة دي اني بخلط يا اما فلزين او فلز مع لا فلز وبطلع منهم مادة لها خصائص اعلى شوية فهنا هنا السكنديوم بنحط له سبيكة من عنصر ممثل اسمه الالمونيوم سبيكة السكنديوم مع الالمونيوم بنعمل منها نوع من الطائرات اسمها طائرات المج المقاتلة طائرات المج المقاتلة تتميز بايه قال لي والله السبيكة بتاعت السكنديوم مع الالمونيوم خلتها بتتميز بالخفة وفعلا الطيار الحربي محتاج يبقى خفيف عشان المناورات وتتميز بايه قال لي خفتها وايه كمان قال لي يا مستر شدة الصلابة تتحمل يبقى هنا السبب ان احنا عملنا طائرات مقاتلة اسمها طائرات المج من سبيكة السكنديوم مع الالمونيوم هو ان هذه السبيكة تتميز بايه خفتها وشدة صلبتها خفتها وشدة صلبتها خلي بالك ممكن في الامتحان يجيب لك حاجة غير طائرات المج المقاتلة يحكي لك حدوتة ويقول لك والله انا بحتاج اعمل كذا في الصناعة ومحتاجه يكون شديد الصلابة بس مش عايز تقلو يبقى عالي فقوله انت هنا تختار سبيكة السكنديوم مع الالمونيوم حيث انها تمتاز بخفتها وشدة صلبتها السكنديوم ايضا ياولاد يضاف الى مصابيح ابخرة الزئبق المصابيح اللي انت بتشوفها في ملعب الكورة اللي انت بتشوفها في التصوير السينمائي او في التصوير الليلي هذه المصابيح فيها ضوء عالي جدا كفاءته عالية جدا تصل الى كفاءة ضوء الشمس طب ليه مستر الكفاءة دي بقت عالي قوي قال يالله المصابيح دي داخل فيها عنصر الزبق ولو تذكر من الترمي اللي فات كان عندي عالم اسمه تومسون كان بيعمل اثارة للالكترونات اللي موجودة عند زرة معينة فبيطلع الالكترون لفوق وهو راجع بيطلع ضوء احنا هنا نستخدم الزئبق وفي درجات الحرارة العالية الزئبق بيتحول الى ابخرة الزئبق عشان اعلي كفاءة الزئبق اولاد وعلي الضوء اللي طالع منه اسمه اللي صارة بدخل مع بعض المواد مثل السكانديوم فهنا عندي مصابيح ابخرة الزئبق بيضاف اليها قليل من السكانديوم عشان اعلي الكفاءة بتاعتها فنستخدمها في التصوير الليلي او التصوير السينمائي او التصوير في الملاعب فهنا الضوء بيبقى قوي جدا وكفاءته عالية جدا رقم اثنين التيتانيوم والتيتانيوم ده عنصر بطبيعته شديد الصلابة عنصر صلب جدا بس خلي بالك عنصر صلب يصل الى صلابة الصلب بس اخف منه يعني كسفته اقل من كسفة الصلب حلو يبقى هنا التيتانيوم يتميز بالصلابة شديد الصلابة التيتانيوم اصلب من الصلب او يشبه في شدته او صلابته الصلب لكنه اقل منه كسافة وبرضو نفس الكلام ممكن اسألك هنا ليه بنفضل التيتانيوم عن الحديد مثلا او عن الصلب مثلا تقول لي حيث انه شديد الصلابة لكنه اقل منه كسافة او اخف منه هتستخدموه في ايه هنا اولاد برضو هنستخدم سبيكة من التيتانيوم مع الالمونيوم وانبهك التيتانيوم ده عنصر انتقالي او من عناصر السلسلة الانتقالية الاولى الالمونيوم لا الالمونيوم ده فلز ممثل من عناصر الفئة بي خلي بالك السبيكة المستخدمة فيها عنصر انتقالي وعنصر ممثل طب ليه مستر السبيكة دي هقولك سبيكة التيتانيوم مع الالمونيوم تتميز بانها ركز في الكلام عندها متانة عالية يعني متانة عالية قال لي يا حضرتك لو أنا عايز أعمل سفينة فضاء أو عايز أعمل صاروخ فهيطلع فوق في طبقات الولاف الجوي درجة الحرارة عالية جدا فإنه يحصل قال لي يا مستر مع درجة الحرارة العالية الفلزب يفقد متانته الألمونيوم مثلا لو طلعته فوق في درجات الحرارة العالية هيفقد متانته إلا أني لو عملت سبيكة من الألمونيوم مع التيتانيوم هتتميز هذه السبيكة بمتانة عالية جدا 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 وتحافظ على متانتها في درجات الحرارة المرتفعة يعني لو الحرارة تفعت السبيكة هتفضل محافظة على المتانة بتاعتها مش هتتبصر في حين لو أنا عامل ألمونيوم بس فنخفض متانة الألمونيوم لاستخدام التاني وهنا بستخدم فيه التيتانيوم بس هستخدم التيتانيوم مش في سبيكة هستخدم التيتانيوم في زراعة الأسنان أنا لسه أقول لك أنه صلب صلبت عالية جدا وكمان في نيزة سبحان الله من الطبيقة أن أي جسم غريب هيختار الجسم الإنسان فالجسم بيفضل يحارب به فالجسم هايدا فالجسم بيفضل يحارب فيه يبقى أي جسم غريب هيختار الجسم الإنسان الإنسان جسمه ربنا خلق له جهاز مناعة قوي جدا هيفضل يحارب في الجسم الغريب ده سبحان الله لما التيتانيوم بيدخل الجسم الجسم لا يلفظه وأيضا التيتانيوم داخل الجسم لا يسبب أي نوع من أنواع التسمم فالعلماء استخدموا عنصر التيتانيوم في زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية للسببين اللي يلهم لك دلوقتي هو أن الجسم لا يلفظه كأي جسم غريب بيدخل وأنه ليس لديه أي تأثير سام على خلايا الجسم يبقى السبب في أن نعمل زراعة للأسنان الصناعية من التيتانيوم أو المفاصل الصناعية من التيتانيوم حيث أن التيتانيوم ماله اللي الجسم لا يلفظه وأيضا لا يسبب أي نوع من أنواع التسمم طيب من أشهر مركبات التيتانيوم أولاد حاجة اسمها ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد التيتانيوم الرباعي ثاني أكسيد التيتانيوم يتميز بوجود دقائق نانوية صغيرة جدا 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 العلماء استغلوا هذه الدقائق النانوية أو الجزيئات النانوية فيه كريمات مستحضرات التجميل والحماية من أشعة الشمس فمجرد ما بندهن السان بلوك اللي موجود فيه ثاني أكسيد التيتانيوم بتترص يا أولاد بتترص الجزيئات النانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم على سطح الجلد وتحجب الأشعة الضارة عن الجلد يعني بتحمي الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة لذا يستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم في الحماية والوقاية من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة كده خلصنا السكنديوم وخلصنا التيتانيوم يلا أولاد نكمل على العنصر رقم ثلاثة اللي اسمه الفاناديوم ما يميز الفاناديوم أولاد الفاناديوم يضاف خلي بالك معظم الحاجات بتاعة العناصر الانتقالية أو عناصر السلسلة الانتقالية معظمها يستخدم في صورة مركبات أو صورة سباك لأن العناصر النقية أهميتها الاقتصادية ما تبقاش عالية جدا يعني أنت تعلم الحديد ما بيدخلش في الصناعات وهو في صورته النقية وهنتكلم عليه بعد شواء صغيرين وأيضا معظم عناصر السلسلة الانتقالية الأولى أهميتها بتظهر وهي في صورة مركبات أو وهي في صورة سباك يعني مخلوطة مع حد تاني الفاناديوم يضاف نسبة قليلة أو ضئيلة منه إلى الصد فنعمل سبيكة تتميز بقساوة عالية فالعلماء يستخدموها في زمبركات السيارات زمبركات السيارات اللي بتتحمل المطباط وبتتحمل الرزع والخبط في شوارعنا الجميلة لازم تكون مصنوعة من مادة قوية وشديدة القساوة وأيضا تتعرض للظروف البيئية زي الأمطار والطين والمية والأملاح وبالتالي لو سبتها تصدي فلازم تكون تتميز أيضا بمقاومتها بالتأكل يبقى تتميز السبيكة بتاعة الفاناديوم مع الصلب بالقساوة والقساوة دي أشد من كلمة صلابة تتميز بالقساوة وإيه تاني؟ اللي مقاومة للتأكل وبالتالي تستخدم هذه السبيكة في صناعة زمبركات السيارات أهم مركبات الفاناديوم وركز عشان دي جاي معنا في المنهة الكتير أو قدام أهم مركبات الفاناديوم خامس أكسيد الفاناديوم ده بطل من أبطالنا أولاد خامس أكسيد الفاناديوم ده بيظهر معنا كعامل حفاز ويستخدم في حاجات كتيرة يستخدم كعامل حفاز في صناعة المغناطيسيات فائقة التوصيل مغناطيس فائقة التوصيل نعمله أو يكون فيه عامل حفاز من خامس أكسيد الفاناديوم وأيضا يستخدم كعامل حفاز في حاجات تانية هنقولها قدام زي في تحضير بعض الأحماض سواء كانت أحماض عضوية أو أحماض غير عضوية خامس أكسيد الفاناديوم هيستخدم كعامل حفاز في صناعة أو في تحضير حمض الكابريتيك بطريقة تسمى طريقة التلامس وأيضا يستخدم كعامل حفاز في تحضير حمض البنزويك يبقى ده بيستخدم كعامل حفاز في تحضير الأحماض العضوية والمعدنية مثل حمض الكابريتيك في طريقة التلامس ومثل حمض البنزويك وهنتكلم عليه إن شاء الله في الكيمياء العضوية أيضا يستخدم خامس أكسيد البناديوم كصبغ للسيراميك والزجاج يبقى تعالى كده لما نلخص البناديوم تاني البناديوم يستخدم في سبيكة مع الصلب بنعمل منها زنبركات السيارات حيث أنها تتميز بالقساوة ومقاومة للتآكل من أشهر مركباته خامس أكسيد البناديوم الذي يستخدم كعامل حفاظ عامل حفاظ في صناعة المغناطيسيات فائقة التوصيل في تحضير بعض الأحماض مثل حمض الكابريتيك بطريقة التلامس في تحضير حمض البنزويك أيضا يستخدم كصبغ في صناعة السيراميك والزجاج ندخل على اللي بعده الكروم وهذا خلق الله تأمل وبعد ما نتكلم عن الكروم اوعى تنسى تقول سبحان الله الكروم يا أولاد يتميز بنشاط عالي جدا وكلمة نشاط عالي يعني يتفاعل مع الهواء الجوي أو أكسوجين الهواء الجوي بسرعة جديدة جدا بنقسيني صدي بسرعة قوي قول سبحان الله مقاوم للتآكل مستر انت بتقول على درجة عالية من النشاط وانت فهمتني عن النشاط يعني يتفاعل بسرعة يعني يصدي وتقول لي بقاوم التآكل ما أنا قلتلك قول سبحان الله هذا الكروم يا أولاد شديد النشاط فيكون طبقة من الأكسيد على سطحه يعني تلاقي القطعة بتاعت الكروم يا أولاد متغطية بطبقة من أكسيد الكروم ما هو ناشط بقولك ناشط طب الباقي ما بتفاعلش لها مستر ويصدي ويبقى خلاص باز بقولك أصل الطبقة اللي بتتكون طبقة غير مسامية حجمها أكبر من حجم زرات الكروم فبتحجبها عن الهواء الجوي فتوقف التفاعل وتحافظ على الجزء الداخلي من التفاعل مع أكسوجين الهواء الجوي نقول سبحان الله كمان مرة الكروم على درجة عالية جدا 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 من النشاط الكيميائي إلا أنه مقاوم للتآكل حيث أنه يكون طبقة غير مسامية من الأكسيد على سطحه تمنع استمرار التفاعل طيب وبالتالي لو قلتلك استخداماته فتقولي والله ممكن نطلبه لبعض المعادن الأخرى عشان نحميها من الصدق حيث أنه مالو آه شديد النشاط آه بس بيقاوم التآكل طيب يبقى ليه بيقاوم التآكل اللي بسبب تكون طبقة من الأكسيد على سطحه حجم جزيئاتها أكبر من حجم زرات العنصر هذه الطبقة غير مسامية تمنع استمرار التفاعل بين الكروم وبين الهواء الجوية من أشهر استخداماته يستخدم في طلاق المعادن زي ما قلتلك عشان يحميها من الصدق وأيضا يستخدم في دباغة الجلود مش علينا تفاصيل دباغة الجلود بس لو عايز تعرف دباغة الجلود دي أولاد الجلد بتاع الماشية اللي احنا بنجيبه بتاع القطحية أو غيره الجلد ده لا يصلح للاستخدام بدون دباغة الدباغة دي اللي هو بيخليه بقى مشدود القوام يعني الجلد هو طالع لسه كده بيكون ما تعرفش تعمل منه جزمة ولا شنطة ولا تعمل منه أي حاجة قابلة الاستخدام لكن بعد الدباغة بيكون بقى شادد نفسه تعرف تستخدمه في الصناعات فيدخل الكروم أو أحد مركبات الكروم في دباغة الجلود أشهر مركباته هو أكسيد الكروم السلاسي اللي رمزه CR2O3 وهذا المركب يستخدم في عمل الأصباغ يبقى تاني أشهر مركبات الكروم هو أكسيد الكروم 3 وده يستخدم في عمل الأصباغ وأيضا ثاني كرومات البوتاسيوم اللي رمزه وده أولاد يستخدم كمدة مؤكسدة يبقى من أشهر مركبات الكروم أكسيد الكروم 3 وثاني كرومات البوتاسيوم وده يستخدم كمدة مؤكسدة وكلمة مادة مؤكسدة يعني بتمنح الأكسوجين أثناء التفاعل الكيميائي أو تخلي اللي أصادها يحصل له عملية أكسدة يعني إما تزود له أكسوجين إما تخليه يفقد إلكترونات أكتر بين قسين تزود عدد تأكسده يعني مدى المهموجة باتنين مثلا تخليه مجاب تلاتة فالمادة المؤكسدة أو العامل المؤكسد بيحدث له عملية اختزال بين قسين هو يفقد أكسوجين واللقصاده ياخد منه أكسوجين أو هو يتسبب في اللقصاده أنه يفقد إلكترونات أكتر فيزداد عدد تأكسده لينا لقاء مع العوامل المؤكسدة لكن بما أني قلت يعني إيه عوامل مؤكسدة أو ثاني كرومات البوتاسيوم يستخدم كمادة مؤكسدة فعايز أقولك أن كلمة مادة مؤكسدة يعني بتمنح الأكسوجين أو تزيد من عدد تأكسد المادة التي تتفاعل معها كلمة عامل مؤكسد يعني بيحصل له عملية اسمها عملية اختزال واللي قدامه يحصل له عملية اسمها عملية أكسدة بكده يكون خلص الكروم يلا ادخل عن اللي بعده اللي اسمه المنجنيز يلا وبرضه قول سبحان الله المنجنيز عنصر من عناصر السلسلة انتقالية الأولى لا يستخدم أبدا وهو في صورته النقية حيث أنه شديد الهشاشة هش أو يا أولاد المنجنيز على درجة عالية جدا من الهشاشة يعني حضرتك تقدر تمسكه بإيدك كده عنصر هش تعال لما أقولك مش هنستخدمه نقي هنستخدم مركباته أو سبائكه كما اعتدنا طيب تعال لما أقولك يستخدم سبائك الحديد مع المنجنيز في عمل خطوط السك الحديد فاكر يا ابن الهش اللي كنت بكلمك عليه من شوية الذي لا يستخدمه هو في صورته النقية لما حطنا له شوية إضافات أصبح صلبته عالية ومقاومته للتأكل عالية خلي بالك بيبقى مقصك حاجة بسيطة عشان توصل للكمال والكمال لله وحده بيبقى مقصك حاجات صغيرة تعملها عشان تكمل لنقصك في شخصيتك وتظهر في أحسن صورة ممكنة خلي بالك اوعى اوعى تفتكر أن أنت لوحدك كده هتبقى جامد أنت لازمك توفيق ربنا في الأول وتبقى وريب من ربنا ولازمك أنك تشوف إيه العوامل الأخرى اللي هتخلي قوتك تظهر فدايما زاكر بزكاء دايما زاكر وانت شايف الصورة كاملة دايما زاكر وانت عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى أنه مش هيخزلك بس أهم حاجة تكون بتذاكر بالطريقة الصح بتحط اللي نقصك بمقادير صح عشان ربنا يرزوخك حسن الوصول يبقى المنجنيزي أولاده هو في صوراته النقية لا يستخدم بينما لو أنا حطيته مع الحديد هنعمل منه خطوط السكة الحديد وتبقى أصلب من الصلب طيب نستخدم السبيكة مع الألمونيوم فنعمل مشروبات غازية اللي هي العبوات بتاعت الكان اللي هي الكانز اللي هي المادة اللي انت بتستخدمها في الحاجة الساعة اللي احنا عاملين مقاطعة طبعا وما بنشرابش الحاجات فبقول لحضرتك ليه بنضيف المنجنيز على الألمونيوم بقولك عشان بيديها مقاومة للتأكل مقاومة للتأكل كمان أولاد في مركبات بنستخدمها من أشهر مركبات المنجنيز برمنجانات البوتاسيوم وبرمنجانات البوتاسيوم مادة مطهرة ومؤكسدة مطهرة ومؤكسدة طبعا مطهرة بنستخدمها في تطهير الجروح الماكراكروم البيتادين المواد المطهرة وعامل مؤكسدة أو مادة مؤكسدة مش محتاجة شرحلك وبيمنح اللي قدامه أكسوجين أو يزود له عدد تأكسود يبقى انت فاكر دلوقتي عندي مركبين بنستخدمهم كعوامل مؤكسدة واحد من مركبات المنجنيز والتاني من مركبات الكروم ممتاز مركبات المنجنيز هو عبارة عن برمنجانات البوتاسيوم والكروم هو ثاني كرومات البوتاسيوم الاتنين معهم بوتاسيوم خليك فاكر قال لي ماشي ايه تاني قال لي كابريتات المنجنيز وخلي بالك كلمة كابريتات دي هنسمحها كمان شوية قدام فهقولك الكابريتات مبيد للفطريات فكابريتات المنجنيز اللي هي رمزها M, N, S, O, 4 دي مادة تستخدم كمبيد للفطريات رقم ثلاثة في مركبات المنجنيز هي ثاني أكسيد المنجنيز اللي هو M, N, O, 2 أو أكسيد المنجنيز الرباعي حضرتك دي عامل مؤكسد قوي استنى دي تالت مرة تسمع معايا كلمة عامل مؤكسد فانا عندي ثاني كورومات البوتاسيوم برمنجانات البوتاسيوم وساني أكسيد المنجنيز عامل مؤكسد قوي وهنا مختص أو يستخدم في صناعة العمود الجاف أو حجر بطارية يبقى أولاد كده خلصت أهم مركبات المنجنيز ألا وهي برمنجانات البوتاسيوم وكابريتات المنجنيز وأي كابريتات هتبقى مبيد للفطريات وأكسيد المنجنيز أو ثاني أكسيد المنجنيز وده بيستخدم كعامل مؤكسد قوي في صناعة العمود الجاف طيب الحديد وده هيبقى لي معانا قصة كبيرة جدا وهيبقى عنوان مطول وإن شاء الله هنقوله بالتفصيل لكن مبدئيا هناخد فكرة عن الحديد كأحد عناصر السلسلة الانتقالية الأولى على ما ندرس الدرس بتاعه بالتفصيل الحديد يستخدم في الخرصانات المسلحة يستخدم في أبراج الكهرباء وأيضا يستخدم في صناعة السكاكين ومواسير البنادق والمدافع والأدوات الجراحية أيضا يستخدم الحديد كعامل حفاز استنى يبقى اللي في الأول دول حديد انت تعرف تقوله حديد المسلح بنعمل منه الخرصانات أبراج الكهرباء يستخدم في صناعة السكاكين مواسير البنادق والمدافع والأدوات الجراحية حضرتك بقى بالنسبة لعامل حفاز فيدخل الحديد كعامل حفاز في تحضير غاز النشادر والطريقة دي خدناها في تانية سنوي وهنتكلم عليها تانية قدام اسمها طريقة هابر بوش يبقى خليك عارف ان الحديد بيدخل كعام الحفاز في تحضير النشادر قال انت كنت خدتها زمان اللي كنا بنحضره من النيتروجين والهايدروجين لتكوين ال NH3 و كنا بنعمل كده عشان نوزن المعادلة بقولك دلوقتي ان عندك عام الحفاز مهم اسم الحديد يستخدم في تحضير غاز النشادر هذه الطريقة علماء عملوها اسمهم هابر وبوش ايضا يستخدم كعام الحفاز في تحويل الغاز المائي خلي بالك مش تحضير الغاز المائي هنا تحضير النشادر هنا تحويل الغاز المائي والغاز المائي يا ولاد هو خليط من غازين او الاكسيد الكربون والهايدروجين ركز كويس قوي يستخدم في تحويله الى وقود سائل يعني بيحوله الى مركب من المركبات العضوية يستخدم هذا المركب كوقود سائل وبالتالي التحويل بيديني مركب والمركب ده بيكون سائل يبقى يستخدم كعام الحفاز في تحويل الغاز المائي عرف رمزه الغاز المائي خليط من غازي او الاكسيد الكربون والهايدروجين بنحوله الى وقود سائل بنحوله الى وقود سائل اللي عمل الكلام ده مين يا ولاد؟ اتنين من العلماء واحد اسمه فشر والتاني اسمه تروبش يبقى طريقة فشر تروبش هي طريقة يستخدم فيها الحديد كعام الحفاز في تحويل الغاز المائي الى وقود سائل ايه تاني يا حديد قال لي والله الحديد حلاص عرفت يعنيه غاز مائي اه غاز مائي خليط من غازي او الاكسيد الكربون والهايدروجين والطريقة هي طريقة تحويل الغاز المائي الى وقود سائل يستخدم فيها الحديد كعام الحفاز نكمل رقم سبعة الكوبلت الكوبلت اللي هو رمزه سي او وعدده زاري سبعة وعشرين يشبه الحديد اللي قابله اللي هو ستة وعشرين في ان كلاهما قابل للطماغنط لو تذكر وحنا بنتكلم في وصف الجدول للدور الحديث وبنتكلم على عناصر السلسلة الانتقالية زمان في كورس التأسيس كنت بقولك ان في عندي تلات اعمدة في الجدول التلات اعمدة دول كانوا بياخدوا رقم واحد لو تذكر عناصر الانتقالية في الجدول عناصر الانتقالية الرئيسية اللي كانت موجودة في وصف الجدول اجيب لك الجدول كده وضح لك عليه العناصر الانتقالية اللي كانت في السلسلة الانتقالية الاولى كانت بتاخد ترقيم من اول 3B وانت مكمل كده 4B وانت مكمل كده 5B 6B 7B وستوب فيه ثلاث اعمدة ما بياخدوش حرف B وبعد كده بنقول 1B بنقول 2B فانتبه ان الحديد والكوبلت والنيكل دول اول 3 عناصر في الثلاث اعمدة المتجورة اللي هم تشابههم في الخواص افقيا اكثر من تشابههم رأسيا معظم مجموعات الجدول الدوري كانت تشابه بين العناصر وبعضها في المجموعة الواحدة او في العمود الواحد التشابه رأسيا كان كبير نتيجة تشابههم في اخر مستوى فرعي او اخر مستوى الرئيسي هنا بقى وجد العلماء ان العناصر التلاتة او الاعمدة التلاتة تشابههم افقيا اكثر من تشابههم رأسيا فقالوا ان التلاتة دول هنسميهم المجموعة التمنى يبقى حابب قال في تنظرك تاني ان عندي العناصر الانتقالية الرئيسية تتميز بالحرف B مع عدى التلات اعمدة اللي بدايتهم حديد وكوبلت ونيكل وهنا بتيجا اسئلة ينفع استبدال مين مكان مين في الخواص او في التجارب ينفع استبدال اي حد من التلاتة دول والتلاتة دول الحديد والكوبلت لسه بقولك الكوبلت يتميز بانه شبع الحديد في قابليته للطماغنط فايضا يستخدم في صناعة الماغنط طبعا انت عارف ان التلاتة دي بتتكتب عندنا باللاتيني كده الاربعة بتتكتب خمسة جنبيها واحد نع الشمال والخمسة من غير حاجة والستة عبارة عن خمسة جنبيها واحد والسبعة عبارة عن خمسة جنبيها شرطتين التمانية بتاخدش الحرف B وهي عبارة عن بي كده جنبيها تلات ايات ملزقين في بعض وان بي اللي هي واحدة جنبيها بي تو بي اللي هي اتنين جنبيهم البي حاجة بس اذكرك ان الكلام بيجي يا اما مكتوب بالارقام الحسابية العادية بتاعتنا يا اما مكتوب بالارقام اللاتينية طيب ارجع تاني واقولك ان الكوبلت ارجع تاني واقولك ان الكوبلت بيشبه الحديد في انه قابل للطماغنط عشان كده بنستخدمه في صناعة المنصات ايضا يستخدم الكوبلت في صناعة البطاريات الجافة في السيارات الحديثة البطاريات الحديثة تستخدم فيها عنصر الكوبلت الكوبلت له نظائر واذكرك من قولة سنوي ان كلمة نظيري يعني شبيه الكوبلت عدد الزلي 27 الكوبلت تلاقي فيه منه نظائر يعني مختلفة في العدد الكتلي فتلاقي منه مثلا كوبلت 57، كوبلت 58، كوبلت 59، تلاقي فيه كوبلت 60 كلهم متشابهين في العدد الزري 27 ومختلفين في العدد الكتلي فله نظائر مستقرة الكوبلت عنده 12 نظير الكوبلت عنده 12 نظير واهم هذه النظائر هو نظير الكوبلت 60 المشاعر يبقى الكوبلت عنده نظائر كتيرة وكلمة مشاعر يعني بيطلع من داخله إشعاعات ألفا وبيتا وجاما أشعة جاما اللي بتطلع التي تصدر من الكوبلت لها استخدامات من أشهر العناصر المشاعر اللي هنستخدمها نظير اسمه الكوبلت 60 المشاعر اللي بيطلع نوع من الأشعة اسمها أشعة جاما هذه الأشعة لها قدرة عالية على النفاذ هذه الأشعة لها قدرة عالية على قتل الجراسيم والبكتيريا عشان كده هنستخدم الكوبلت 60 المشاعر في حفظ الأغذية هنستخدم الكوبلت 60 المشاعر في التأكد من جودة المنتجات حيث يتم الكشف عن مواقع الشقوق ولحام الوصلات باستخدام الكوبلت 60 المشاعر يعني لو معايا مثلا معدن والمعدن ده كده فيه قطع أو فيه لحام وعايز أختبره فأنا ممكن أجيب مصدر من أشعة جاما زي الكوبلت 60 المشاعر والناحية الثانية أجيب جهاز بيستقبل أشعة جاما لو الأشعة اللي طلعت من هنا لقيتها مسماعة في الجهاز يعني الأشعة دي المفترض متعديش لو فيه جزء منها عدة فأنا كده بعرف أن هنا فيه سقب أو فيه لحام مش ملحوم كويس فباستخدم أشعة جاما التي تصدر من الكوبلت 60 المشاعر في الكشف عن اللحمات أو أماكن الشقوق يعني بكشف بيها عن جودة المنتجات أيضا يستخدم الكوبلت 60 المشاعر في الكشف والعلاج عن بعض الأورام الخبيثة حافظنا الله وإياكم النيكل والنيكل ده أولاد اللي هو بيتميز باللمعان لو أنت تشوف كده حاجة يقول لك إيه دي مطلية بالنيكل فالنيكل ده عنصر يستخدم في الطلقات وأيضا يستخدم في صناعة البطاريات بيدخل في نوع من البطاريات اسمها بطاريات النيكل كاديميوم القابلة لعادة الشحن يبقى النيكل بيدخل في صناعة البطاريات وخلي بالك الكوبلت أيضا كان بيدخل في صناعة البطاريات في السيارات الحديثة تطلب بي المعادن زي ما أنا لسه أقل لك أنه عنده لمعان فتلاقي أكرة معمولة ومطلية بالنيكل عشان بيديها مظهر لامع وأيضا يحميها من الصداء بيحميها من الأجسادة وبيحميها من الصداء يستخدم النيكل المجزأ يبقى أنا عندي نيكل استخدمته فيه البطاريات زي بطاريات النيكل كادميوم القابلة لعادة الشحب بطلب بي المعادن عشان يديها لمعان وأيضا يحميها من الأجسادة ويحميها من الصداء يستخدم النيكل وهو مجزة يعني مقطعينه قطع يستخدم كعامل حفاز فيها درجة الزيوت بنعمل منه سبائك مع الصلب تتميز بالصلابة ومقاومة للتآكل والأحماض فنقدر نحفظ الأحماض اللي لو سبتها في جراكن مصنوعة من بلاستيك مثلا أو مصنوعة من مواد أخرى هتحصل لها تآكل أقدر أعملها من عنصر النيكل مش هيتفاعل معاها يتميز النيكل مع الصلب يتميز النيكل مع الصلب بالصلابة ومقاومة الصدق ومقاومة الأحماض النيكل مع كروم بنعمل منه ملفات اسمها ملفات النيكل كروم اللي بنعمل منها ملفات التسخين التي تتميز بأنها عندها قدرة عالية على مقاومة التآكل وهي مسخنة لدرجة الاحمرار درجة انصارها عالية أولاد ومقاومتها للتآكل عالية دي اللي تلاقيها موجودة عندنا في السخنات موجودة عندنا في الكتل موجودة عندنا في ملفات التسخين في المكوى وغيره رقم 9 النحاس وده يعتبر أقدم عنصر عرفه الإنسان أو أقدم فلز اكتشفه الإنسان يستخدم في صناعة الكابلات الكهربية عشان جيد التوصيل للكهرباء وأيضا يدخل في صناعة سبائك العملات المعدنية أيضا يستخدم سبيكته مع القصدير في سبيكة تعرف باسم البرونز يقول لك فلان أخذ الماديلية البرونزية دي عبارة عن سبيكة من القصدير والنحاس أهم مركباته وركز كويس كابريتات النحاس فاكر أنت الكابريتات دي عدت علينا قبل كده من شوية نسيت كابريتات المنجانيز كانت مبيض للفطريات أيضا كابريتات النحاس مبيض للفطريات ومبيض حشرية بس هنا مبيض للفطريات وخصيصا في عمليات تنقية مياه الشرب من آشر مركباته محلول يسمى محلول فيهلنج دي أحد مركبات النحاس أولاد وده الناس بتوع المعلوم عارفينه كويس ده بيستخدم في الكشف عن سكر جلوكوز حيث يتحول لونه من الأزرق إلى اللون البرتقالي يبقى لو أنا معايا سكر جلوكوز بكشف عنه بأحد مركبات النحاس عن طريق محلول اسمه محلول فيهلنج يتحول لونه من اللون الأزرق إلى اللون البرتقالي آخر واحد معنا في العناصر بتاعت السلسلة الانتقالية الأولى اسمه الخرصين اللي رمزه زد إن هذا العنصر يستخدم في الجلفنة هذا العنصر قدرته عالية جدا على الحماية من الصدق فنجيب المادة اللي احنا عايزين نحافظ عليها من الصدق وننزلها في قلب الخرصين المنصهر فيحدث لها ما يسمى بالجلفنة يبقى لما قل لك جلفنة تقول لي يبقى تم طلقها بالخرصين يبقى جلفنة يعني طلق بالخرصين يبقى هنا معظم الاستخدامات بتاعته انه هو بيحمي من الصدق ليه؟ قال لي والله بيعمل حاجة اسمها جلفنت الفلزات وده بنغطيها بالخرصين عشان تحمى من التآكل والصدق من أشهر مركباته كابيتيد الخرصين وأكسيد الخرصين أكسيد الخرصين أولاد اللي رمزه زد إن و أو ده يدخل في صناعة الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل كابيتيد الخرصين ده يستخدم في صناعة الدهانات المضيئة وشاشات الأشعة السينية يبقى ده يدخل في صناعة الشاشات وفي صناعة الدهانات المضيئة الاتنين دهانات بس هنا دهانات عادية هنا دهانات مضيئة هنا دهانات مضيئة وبكده يكون الحمد لله انتهينا من الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة انتقالية الأولى أشوفكم الحصة الجاعة على خير في حالات التأكسد وربنا وفقكم ونشوفكم دايما من العلف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة